أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثرين مصطلح اليوم هو التراجعات تتطلب التراجعات مجموعة مختلفة بعض الشيء من المهارات وتدور حول تحديد التاجر لاتجاه واضح لتحرك السعر والثقة بأن الأسعار سوف تستمر في التحرك وتقوم هذه الاستراتيجية على حقيقة أنه بعد كل خطوة في الاتجاه المتوقع سوف ينعكس السعر بشكل مؤقت في الوقت الذي يأخذ فيه التجار أرباحهم ويحاول المشاركون المبتدئين التداول في الاتجاه المعاكس وبالتالي تقدم هذه الانسحابات أو التراجعات في الواقع فرصة لمتداولين المحترفين بسعر أفضل بكثير للدخول في الاتجاه الأصلي قبل استمرار التحرك عندما يتم استخدام تراجعات تداول لدعم والمقاومة أيضا كما هو الحال مع الاختراقات فأن التحليل الأساسي يعتبر حاسم لهذا النوع من التداول عندما يتم اتخاذ الخطوة الأولى سيكون التجار على بينا من مختلف مستويات الأسعار التي تم اختراقها فعلا في هذه الخطوة الأصلية وسيولي التجار اهتماما خاصا لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والمناطق على الرسم البياني للسعر مثل مستويات صفر وهذه هي المستويات التي سوف ينظرون بإمكانية الشراء أو البياء عندها في وقت لاحق تستخدم التراجعات من قبل التجار فقط خلال الأوقات التي تتغير فيها المعنويات على المدى القصير بسبب الأحداث الاقتصادية والأخبار يمكن لهذه الأخبار أن تسبب صدمات المؤقتة في السوق والتي تؤدي إلى هذه التراجعات ضد اتجاه الخطوة الأصلة تكون الأسباب الأولية لهذه الخطوة لا تزال في مكانها ولكن قد يسبب هذا الحدث على المدى القصير عصبية لدى المستثمرين ويدفعهم إلى جني الأربع وهذا بدوره يؤدي إلى الارتداد ولأن ظروف الأولية تبقى فهي تقدم المستثمرين المحترفين الآخرين فرصة للعودة إلى هذه الخطوة بأسعار أفضل وهذا ما يفعلونه في كثير من الأحيان تداول الارتداد غير فعال بشكل عام عندما لا يكون هناك أسباب جوارية واضحة للتحرك في المقام الأول لذلك إذا رأيت خطوة كبيرة ولكنك لم تتمكن من تحديد الساب الأساسي الواضح لهذه الخطوة قد يتغير الاتجاه بسرعة وما يبدو كأنه ارتداد قد يتحول في الواقع إلى خطوة جديدة في الاتجاه المعاكس وهذا سيؤدي إلى خسائر بالنسبة لكل من يحاول تداول تماشيا مع هذه الخطوة الأصلية اشتركوا في القناة